سام بتشتغلي عرفي الناس ازاي المراسل بيشتغل ازاي بيحصل على الفكرة او على الموضوع وبيبدأ مرحلة التنفيذ والاعداد وفي النهاب يكون عندي منتج كويس هو انا قبل بس ما اجاوب على السؤال انا عايز اقول ان زميلي محمد نبيل سامني النهاردة لان هو كان من افضل المنترين لقناة NBC مصر في 2020 وتخلى عني وقالي انا مش هطلع فانا عايز اشكره انه كمان فاز بالمسابقة دي وكان نفسي يكون معنا ومشرفه النهاردة لكن انا حوصل رسالته يعني مهما اقول انا مش هقدر اوصل مجهوده في فكرة المنتاج كل المنترين اللي عندنا الحقيقة في قناة NBC على كفاءة عالية لكن محمد بما انه هو اللي فاز في المركز لاعلام دوت كوم كافضل منتير فاحنا عايزين بس نوجهه له شكر ونقوله ان شاء الله تبقى معينا المرة الجاية وترضى انك تيجي محمد يمكن من نوع اللي بيحب يشتغل بس ما بيحبش يواجه الكاميرا احترمنا طبعا رغبته لكن احنا حاجة ان المجهود هو اللي بقينه او اسمه هو اللي متبرز وده طبعا الهدف الاساسي انما الظهور مش هم محمد احنا مسمحينك لكن بنقولك مليون مبروك للمرة الالف وانت تستهيل كل خير هرجع طبعا لسؤالك يا هشام يعني بداية عندنا ادارة الاخبار بشكل عام وفريق الاعداد هو على كفاءة عالية طول الوقت هم بيبحثوا عن المواضيع التي تمس المواطن المصري يعني لو اتكلمنا عن الشق الانساني هم بيتعبوا كتير علشان نلاقي حالة مؤثرة طليق بالمشاهد وبقيمته فطول الوقت هم بيسعوا ان هم يدوروا على فكر التقرير على بعض الناس اللي ممكن يطلع منها حاجة انسانية يعني ويستحقوا فادارة الاخبار بشكل عام وفريق الاعداد كانوا ليهم الفضل ان هم يعني في اثناء البحث ان احنا نلاقي حالة ماما روحية يعني انا لي الشرف ان هي كانت سبب ان انا بقى معاك النهاردة